هذا وقد غادرت التواقم الطبية مستشفى بن السينة في مدينة جنين بعد محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومطالبتها عبر مكبرة الصوت بإخلائه بشكل فوري وأذارت مقاطع فيديو إكبار قوات الاحتلال عددا من المصعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم وقيامها بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقال عددا منهم حيث كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم جنان من عدة محاور وأغلقت جميع المداخل وعزلتها عن محيطها الخارجية وجرفت عدة شوارع واعتقلت سبعة أشخاص وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم كما فجرت عددا من السيارات